كل الأنظمة الاقتصادية في العالم تورث الفقر والطبقية وتغذي التباغض والتحاسد في المجتمع إنما يستثنى من ذلك الإسلام فقط بفريضته الاقتصادية التي جعلها ثاني أركانه بعد الصلاة لما لها من صلاح للفرد والمجتمع حيث تأخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء في إعادة توزيع للأموال تضمن انتشال الفقراء من شراك الجوع ورفع القدرة الشرائية لأفراد المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد بما يعود بالنفع على الغني والفقير في آن معا